تفوح روائح منعشة لبخور وعطور ومخللات من مركز التدريب في العاصمة المؤقتة عدن والذي يقتنه عدد من النساء المستضعفات والمهمشات اجتماعيا واقتصاديا حيث يتدربن على تصنيع مستحضرات البخور والمعجنات لا سيما صناعة الكيك والحلويات وحياكة الملابس وبيعها لإعالة أنفسهن وأسرهن طبعا أني سعيدة جدا بأنني واحدة من النساء التي دخلت هذه الدورة لمكافحة الفاقر طبعا نحن باليمان بظروف اليمن التي نحن فيها الآن وخصوصا الأشغال الخاصة تدهورت كثيرا حتى نقول أن أزواجنا يستوى بدون أشغال بحكم الأوضاع التي صارت فينا وتتلقى 350 امرأة من مختلف مديريات محافظة عدن وعلى مدى خمسة أيام العديد من المهارات التطبيقية في مجال صناعة البخور والمعجنات والتسويق ضمن مكون سبول العيش للنساء حسب اهتماماتهن واحتياجاتهن والتي تنفذها الجمعية الخيرية النسائية لمكافحة الفاقر بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتمويل المشروع من قبل حكومة اليابان ظروف صعبة فهذه الدورة أقل تنشيط لنا في المساعدة للنساء عشان نطور من حالنا نمعيشين ونزيد في عمل نحن الحالي في النشاط هذا ويمثل التدريب في دفعته الأولى الذي سيستفيد منه 64 امرأة و41 امرأة في صناعة البخور و54 امرأة في التدريب على صناعة الكيك والحلويات و19 امرأة في العمل كدلالة للنساء لبيع وشراء البظائع هذا البرنامج التدريبي يمثل جزءا من مكون سبول العيش في القيادة النسائية والتمكين والوصول والحماية في الاستجابة للأزمات استهدفنا من أربع مديريات اللي هي الشيخ عثمان والبريقة والمعلة والتواهي بعد ما استهدفنا هذه اليوم فتحناه هو اليوم تدريب في الدورة هذه والدورة هي عبارة عن أربع ميالات مختلفة منها الخياطة والكوفير وصناعة الكيك والمعقنات والبخور ويأتي تنفيذ هذا البرنامج التدريبي في هذه المجالات لألف وخمسين امرأة من المستضعفات والمهمشات اجتماعيا واقتصاديا في المجتمعات الفقيرة لمساعدتهن على مواجهة الظروف الاقتصادية وتحسين معيشتهن عن طريق دعم مشاريع صغيرة توفر لهن سبل حياة كريمة كما يعمل المشروع على زيادة الوعي بالأثر الجنساني للكوارث الإنسانية وتأثير جائحة كوفيد 19 على النساء وأهمية الخدمات الإنسانية